اشتركوا في القناة ورشحين من غمار المنافسة على غرار رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق واليساري خالد علي والنائب محمد أنور السادات ولكل أسبابه سياق دفع بالرئيس السيسي الطامح لعهدة ثانية لدعوة الناخبين المصريين لضحض دعاوى مقاطعة الانتخابات متعهدا بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة عنوانا للحرية والشفافية الانتخابة تأتي أيضا في سياق أمني خاص اهتزت فيه الإسكندرية على وقع تفجير استهدف قياديا أمنيا وخلف مقتل شرطيين وعديد الجرحى كما تشهد مصر إطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 قمنا بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تتضمن أبعادا ثقافية واكتماعية بجانب العسكرية والأمنية وفي هذا السياق تم إطلاق العملية سيناء 2018 التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة الرئاسية المصرية التي ستجرى على مدار ثلاثة أيام من المقرر أن تعلن نتائجها النهائية يوم الثاني أفريل المقبل في حال تحصل أحد المترشحين في الجولة الأولى على أكثر من خمسين في المئة من الأصوات وإلا ستجرى جولة ثانية تعلن نتائجها يوم الفاتح ماي المقبل